عشان كنت يعني مش مهتمة بيها قوي لان انا شايف انها كانتها تنزل يعني زي العربي عادي سنين قديمة يعني مش هيكون صعب للدرجات دي بس تدي تتصدم بالواقع لما شفت بقى الامتحانات التجربية من وقتها بدأت العربي يعني تعريبا كان بياخد 60% من وقتي او 50% من وقتي لان المواد كلها كنت انا مخلصة على شهر 3 او 4 انت هاضمة كويس اه لا كنت بذاكرها كتير بصراح لكن العربي هو اللي كنت مش مديله حقه فاخر فترة ده كان مكرس وقتي بشكل عام للعربي والمواد التانية يعني بما اعتبرها الثانوية مش عادية يعني اه طيب بالنسبة لفكرة الدراسة الرياضة بشكل عام انت شفتها ازاي تطورت انت كنت مطلع على دراسات سابقة ولا كنت مكتفي بس بالسنة بتاعتك انا ما كنتش لما بصيت بصراحة على الامتحانات القديمة انا لقيتها سهلة زيادة عن اللزوم مش محتاجة ان انا اعود ابزل فيها مجهود اوه ضيع وقت لان الوقت عندي بقى محدود خلاص احنا في شهر ثلاثة او اربعة نبدأ كل واحد لازم يحدد ايه الاهم حاجة اللي هو يبزل فيها الوقت بتاعه لان الوقت اللي بقى اوه ليل فابتديت ان انا لا اوه في نمازج استرشادية نزلة وفي نمازج نزلة تحاكي النمازج الاسترشادية اه والامتحانات التجربية برضو اه لا الامتحانات التجربية جي منها اسئلة باختلاف النص بس نفس الفكرة في الامتحانات الاخيرة انها هي ترجمة نانسي قنقر